السلام عليكم مورودي ومرحبا بكم معي في وصفة اليوم اليوم ان شاء الله سنقدم لكم علاج طبيعي لمنع تساقط الشعر بطريقة سهلة جدا طبيعي يوفى على 100% وبدون زيوت تلبية لطلبكم بالنسبة لفوائد البصل هي كثيرة ومن بينها انه يقوي بصيلات الشعر ويطهر فروة الشعر كذلك ويقضي على الجراتيم لان البصل مضاد حيوي طبيعي بالنسبة لهذه الوصفة كتلق بزاث الاشخاص اللي كيكون عندهم شعر خفيف لانها كتعمل على تكتيفه واعطاءه قوة ولمعان ايضا بالنسبة للمكونات كيفما كتشوفه معايا بسم الله على بركة الله عندي واحد القارورة اللي كتكون على شكل سبراي كيفما كتشوفه معايا وعندي بصلاتين كبيرتين من بعد ما كننقل بصلاتين ديالي كنجيب واحد حكاكة او اللا مبشرة وكننختار ذلك الجهة اللي كتكون فيها يعني كتكون رقيقة كيكون في العيون صغيرة هي اللي كنستعني بها وكننبضاء كنحك او لا كنبشر البصل ديالي جيدا في ذلك يعني في ذلك المكان يكي يلما بشار لك كل عيون ديال وراقيقة بش هكذا كنحصل على واحد النتيجة مزيانة بحيث انه كنحصل على واحد كمية وفيرة ديال الماء بعكس اللي حكيناها في المنطقة لكتكون عيونها كبيرة كيفما كتشوفه معايا تبارك الله خرجت لي يعني كمية يعني لا بأس بيها كنستعني بواحد الصفاية مصفات كنصفي فيها الماء ديال البصل ديالي بش هكذا كنما كيتصفى من اي شوائب ومن بعد تنوضعه في القارورة اللي وريتكم من قبل وبالنسبة لطريقة الاستعمال كنستعملوا الماء ديال البصل على فروة الشعر وبالاستيعانة بالأصابع ديالنا كن بدون ديروا تدليق الشعر تعنا على شكل دائري باش هكذا داك الماء طع البصل كيتغلغل لنا في البصيلات ديال الشعر وكذلك كيقولنا الفروة ديال الشعر وكيطهرنا وبالتالي كيعمل على كتافته وتطويل الشعر بالنسبة للوصفى كنستعملها مرة في الأسبوع مدة ثلاث ساعات ومن بعد كنغسل الشعر تعي صراحة هي كتخلي وحشوتة على الرائحة ولكن مش مشكلة الى بغينا العلاج الشعر تعنا اللازم نصبره لان انا دوصة مجربها مرات عديدة وجابت معي نتائج هائلة صراحة كتطوح طول هائل الشعر كنت من وصفى اليوم تنال اعجابكم وتجربكم وتشاركوها مع اصدقائي ديالكم وبسلامة الى حلقة مقابلة شكرا